أعرض وإياكم الجدل حول قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن حياة كريمة وعادلة حال تطبيقه بصورته المثالية الجدل دفع الحكومة الفلسطينية إلى الدعوة لحوار من أجل تعديل قانوني لكن اعتبر الجميع أن الدعوة كانت مبهمة للحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ منجد أبو جيش رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو سكرتاريا الحملة الوطنية من أجل الضمان الاجتماعي يسعد صباحك والحمد لله على السلامة يعني من نابس بعينك الله اليوم الجمعة صباح الخير إلىك ولكل المشاهدين لتلفزيون الفجر في فلسطين وبالأخص في محافظة تلك كريمة حياك الله يعني بالبداية أستاذ منجد مش رح نغوص في الجدل لكن بدنا نطلع على مفهوم الضمان الاجتماعي بصورته المثالية من هي الشرائح المستفيدة وما هو كحد ذاتك يا ضمان صحيح يعني هو وجود ضمان اجتماعي للمواطنين أحد الحقوق الأساسية التي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني وهناك نص صريح في النظام الأساسي الفلسطيني ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والتامين هذه الفكرة الضمان الاجتماعي هي أول شي فيها فكرة تتضامن بين أبناء الشعب كلياتهم بين من يعمل ومن لا يعمل والفكرة الثانية أنه العامل يوفر أثناء عمله لمرحلة العجز ومرحلة الشيخوخة من هذا انطلق فكرة الضمان الاجتماعي في العالم يعني أن يكون هناك أمان للموظفين العاملين في ريعان الشباب عند العجز والشيخوخة ومشان يضمنوا حياة كريمة الفلسطينيين حتى هذه اللحظة أو قبل هذا القانون كان في عنا محاولة لقانون التامينات الاجتماعي في عام 2003 صدر عن المجلس التشريعي وهو قانون جيد جدا ولم يطبق في بداية 2012 صار اهتمام عند الحكومة الفلسطينية عندما كان الدكتور سلام فياض رئيسا للحكومة وشكل فريقا وطني للضمان الاجتماعي ورأس هذا الفريق وزير العمل في تلك اللحظة الدكتور أحمد المجدناني وبدأ العمل على قانون الضمان الاجتماعي من عام 2012 لعام 2016 حتى هذه اللحظة كان الجميع يأمل أن يكون هناك قانون الضمان الاجتماعي يليق بفلسطين يليق بالشعب الفلسطيني من أجل أن يعزل صمود الناس على أراضيهم وصير أبناء الشعب الفلسطيني في عندهم يعني راحة في حياتهم وفي كرامة وفي عدالة من أجل الاستمرار والبقاء على هذه الأرض من خلال هذا الموضوع ومن خلال الحديث إذن فيه شيء لم يلبي الطموحات ولم يلبي التطلعات قبل لا نذهب للتفاصيل الضمان الاجتماعي من يستهدف بصورة المثالية وفي الحالية في الواقع الفلسطيني بالصورة المثالية يجب أن يستهدف أكبر عدد من الشراحة الاجتماعية يجب أن يشمل كل الناس ويجب أن يكون هناك قرامة وعدالة لكل الناس وفي كثير من الحكومات في العالم قانون الضمان الاجتماعي أو فكرة الضمان الاجتماعي تلبي كل المواطنين فيه ولكن هذا القانون بصيغة طوال حالية لا يشمل أكثر من 16% من الكوى العاملة الفلسطينية يستثني المزارعين والمزارعات يستثني ذوي العاقة يستثني كل العاملين اللي راتبهم بقل من 1450 شيكل وهو الحد الأدنى للجور يستثني كل العاملين غير منظمين أي عامل غير منظم في فلسطين العمالي لدينا غير منظم العامل يعمل 10 أيام بالشهر يعمل شهر ثم ينقطع عن العمل كل الغير منظمين وما في عندهم عقود مع أصحاب العمل ثابت يستثنيهم لذلك 16% من الكوى العاملة الفلسطينية هو عدد قليل جدا وسيكون مجتزع وقليل طب خلينا نروح مباشرة على الثغرات في الصيغة الحالية ولا ربما أولها واللي بيحكي فيه العامل أنه بيحكي لك أنا بدفع 7.5% وصاحب العمل رح يدفع 8.5% هذا الـ 1% مش شايفه العامل أنه هالفرق الكبير أمام العمل واللي بقدمه ومين بيأخذوا الأرباح بالنهاية لا هو مش 1% يعني 7.5% العامل بدفع وثمانية ونصف في المية صاحب العمل هو هذا الصندوق يغطى بشكل 100% من العمل لأنه 8.5% هن عبارة عن نهاية شهر نهاية الخدمة وصاحب العمل كانت فحن سابقا كانت فحن سابقا وهذه النسبة غير عادلة لأننا في الأردن صاحب العمل بدفع 11 في تونس صاحب العمل بدفع 16 في لبنان صاحب العمل بدفع 21 هذه النسبة يعني غير عادلة لأنه حتى هذه اللحظة صاحب العمل ما بده يدفع لأنه يوم يدفع شهر نهاية الخدمة معناته غطى هذا الصندوق تغطى من العامل 100% رغم جميع قوانين الضماني الاجتماعي تقول يجب أن لا يغطي العامل أكثر من 50% من الصندوق يعني اشتراكات العامل يجب أن لا تكون أكثر من 50% من الصندوق هذا العامل غطى كله 100% وهذا خلال كبير يعني شاء لكل أحمال والأعباء طبعا على العامل على العامل طبعا على العامل وهنا في شكالية جديدة في بعض المنشآت في بعض الشركات في بعض البنوك هم بعضوا أكثر من هذا يعني هو في بعض الناس بيأخذوا راتب 15 شهر 16 شهر في ناس بيأخذوا نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة نعم عندما يكون في قانون فلسطيني ينظم العمل يستطيع صاحب العمل أن يتهرب ويعود لتطبيق القانون ويقول العامل أنا بطبيق القانون قانون الضمان الاجتماعي بقول أنه أنا بدي أدفع ثمانين ونصف المية بدي أدفع ثمانين ونصف المية فقط وهذا ما يندل للمرحلة القادمة طبعا 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 هذا بعمل إشكالية كبيرة يعمل إشكالية كبيرة في سوق العمل الفلسطيني وسيعتمد أصحاب العمل على هذا القانون من أجل التراجع في كثير من الامتيازات اللي حققها العاملين والموظفين مثل إيش الامتيازات هذه اللي حققها العاملين واللي ممكنينها بالفعل تروح يعني في عندك ثلث امتيازات مهمة إذا كان بعض المنشآت وبعض الشركات وبعض البنوك بعض أكثر من شهر نهاية الخدمة بدهم يتراجعوا لشهر يعني البنوك يوم يدفعوا 15 شهر أو 16 شهر في السنة في احتمال أن يستغلوا الثغرة بهذا القانون وصيروا فوضوا في النقابات وفوضوا في العاملين يرجعوا ويدفعوا 12 شهر زائد 8.5% اللي هنا عبارة عن شهر نقطة ثانية توفيرات في كثير من المنشآت في كثير من الشركات في كثير من المؤسسات في الفترة الحالية عندها صندوق التوفير وصندوق التوفير مثلا الموظف يدفع 5% المؤسسة يدفع 10% هذا 15% شهريا نتروح على صندوق التوفير وصندوق الاتخار عندما يطبق هذا القانون بصير غير منزم صاحب العمل أن يلتزم في موضوع التوفير عدول التنتين الهامات جدا 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 إذا خسرهم الامتيازات اللي حصلوها العمال إذا خسروها والموظفين إذا خسروها يعني بأثر سلبا على مستقبل تنظيم الحركة النقابية في فلسطين مع أصحاب العمل بالإضافة لأنه صندوق الاتخار العامل كان يستطيع كل ثلاث سنوات أنه يسحب يعني صار عنده شوية مصاري بعنده مشروع معين بقدر بتفاوض مع مؤسسة وبيسحب هذا المبلغ هذا لا يسحب بدوره على صندوق التكميلي هذا سيكون لنا حديث في الفكرة الثانية بالصندوق التكميلي طالما يعني أشرت للحديث لإله صندوق تكميلي رح يكون جامع لكافة الأموال لكن لصيغة واضحة للعمل به تشرح لنا شو شو الصندوق التكميلي وشو مصير الأموال اللي رح يكون فيه من خلال طبعا الإدخارات أو حتى بما يتضمن الضمان للاجتماع الصندوق التكميلي يعني هو فيه المطابخ المصغرة لصياغة قانون الضمان الاجتماعي كانت الفكرة الأساسية من هذا القانون المقترح حتى هذه اللحظة هو صندوق التكميلي صندوق التكميلي بده يعتمد على الأساسين الأساس الأول في اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي في إشارة أنه تستطيع يعني تستطيع حكومة الاحتلال أن تحول مصاري اللي كانت تخصى مع العاملين في إسرائيل من عام سبعين حتى الآن لا الفلسطينيين إذا تم تشكيل مؤسس الضمان الاجتماعي لم تحدد اسمها بالظبط وكان المشرعين أنه إذا أسسنا هذا الصندوق نستطيع أن نحول هذه المبالغ لهذا الصندوق المبالغ في عليها نقاش كبير الباعثين والاقتصادين الفلسطينيين والإسرائيليين كم القيمة؟ في قيمة واضحة؟ يعني ما في قيمة واضحة في تقديرات يعني من 5 إلى 8 مليار دولار ولكن هذا الرقم ليس من السهولة إحنا الفلسطينيين نحصل عليه لأنه يعني في البنوك الإسرائيلي وفي يعني بدك جهد كبير تمنى أنك تقدر تحصل على هذا الرقم ولكن خلالنا نحكي عن تقديرات من 5 إلى 8 مليار دولار في هذا الموضوع إذا حولت أن أنت لصندوق التكميلي أول شيء هني حق فردي للعمال ومن يرثهم على مدار السنوات الماضية وإذا حولت إلى هذا الصندوق ما بدهم يستفيدوا منه لا العمال الماضيين ولا ورثتهم ولا العمال المستقبليين يعني كلنا في الشعب الفلسطيني مع أن المصريات هذول يجئن يستثمرن في فلسطين ما يضللش عند الاحتلال هذا صحيح وهذه قضية وطنية بامتياز وإذا بيجئن لصندوق للحكومة أو لصندوق فلسطيني يشغلهم ما عندنا مشكلة ولكن ونحن نفكر فيهن لازم نفكر في العمال لازم نفكر في صغار العمال لازم نفكر أن يكون المردود لصالح من يمثل هذا الصندوق لصالح الفئات الأكثر فقرا في المجتمع النقطة الثانية في الصندوق التكميلي لهن الادخارات كل حد عنده أكثر من ثمانية وثلاث في المية أو ثمانية ونصف طاعات صاحب العمل اللي هنا الشهرين أو صندوق أو صندوق التوفير وهي صندوق التوفير في فلسطين الحالية هي كبيرة وتقدر بالمليارات لأنك بتحكي أنت على كل البنوك بتحكي على شركة الاتصالات بتحكي على شركة جوال بتحكي على جميع المواصلات الهلية فيها صندوق الادخار وهي صندوق كثيرة بده هذا الصندوق التكميلي يسحبهن إلزاما مش اختياريا إلزاما إلزاما لازم يسحبهن وفي نصوص القانون ما في إجابة شو بنعمل في هذا الصندوق فيما بعد فيما بعد يحدد الآلية اللي بنعمل فيها الصندوق فكل هالموظفين وكل هالعاملين بدهم يضعوا مصرياتهم في هذا الصندوق في شيء مجهول ادخاراتهم في هذا الصندوق ومش عارفين ورايه هذا الصندوق وهذا الصندوق التكميلي أصلا يعني التعديل الأخير الذي كان على القانون في مرحلة الصفر في وقت الصفر فالصندوق التكملي غير واضح وحتى هو صندوق مستقل بخرج عن صندوق الضمان الاجتماعي صندوق المجلس دهراء وطالما أنه مستقل هنا بيجي سؤال المؤطن طيب أنا كشركات وكمؤسسات وكل الصناديق والادخارات إذا ما حصلناها ستذهب إلى هذا الصندوق كما أشرت أنه لا صيغة له واضحة شو بدنا نعمل بها المصاري وشو التطلعات المستقبلية ومن يستحقها ولا يستحقها السؤال هل هناك دور رقابة واضح من الحكومة على هذا الصندوق هن هذول صندوقين هن هن صندوقين الصندوق التكملي والصندوق الأساسي تاع الضمان الاجتماعي صندوقين ما في ضمان على الصندوقين حتى صندوق الأساسي اللي هو صندوق الضمان الاجتماعي ومؤسس الضمان الاجتماعي تشكيلها كالتالي أربعة من الوزارات أربعة من أصحاب العمل أربعة من ممثل العمال زي الخبير مستقل ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد هي التي تحدد ما هي الجهات التمثيلية للعمال بهذا المعنى أصبح هذا الصندوق ومشكل من الحكومة بشكل أساسي من الحكومة وكان في نسخة القبل الأخيرة كان فيه أن يكون بقيادة وزير العمل الآن إن قامت وزير العمل في القانون أن يكون خبير مستقل وهو سيتحول إلى مؤسسة خاصة الضمان الاجتماعي في العالم هي مؤسسة عامة يجب أن تكون مؤسسة شبه حكومية هذا ما كانت شبه حكومية الآن الحكومة الفلسطينية ليست ضامنة لهذا الصندوق بتاتا ولا في إشارة في القانون ولا في أي مادة من المواد في إشارة أن تضمن الحكومة هذا الصندوق ونقصد إحنا الضمان المالي فيه كان في بعض الصياغات القانونية والنقاشات القانونية بكل أكد إحنا نضامنين تطبيق القانون ما هي الحكومة؟ طب والأموال اللي يستضرون لا إحنا نتكلم عن الضمان المالي هذا بضيبك فيه أموال كبيرة جدا وباعتقادنا سيصبح أهم مؤسسة مالية فلسطينية لحجم الأموال فيه ويجب أن تكون الحكومة الضامن لهذه الأموال لكي نصير ثقة عند الموظف عند العامل في هذا الصندوق وذا بدأ جيب لك مثل صندوق التقاعد الفلسطيني العام مالحوق بثنين مليار شكل بس ما فيه خوف عند الناس لأنه هو الحكومة ضامنته يعني ما فيه حدا من موظفين الحكومة يوم من الأيام سأل عن صندوق التقاعد لأنه فيه جهة اللي بتتكفل في حال الخسارة وها فيه مصاري لأنه ما فيه مصاري ولكن كل رواتب التقاعد تيجي لأنه فيه ضمان من الحكومة وفيه ضمان من موال الاتحاد الأوروبي بيدفع شهريا كل فاتورة تراتب التقاعد كل ياته بيدفعها بشكل شهري ليش؟ لأنه هذا صندوق حكومي لأنه هذا صندوق الحكومي ضامنته لأنه هذا صندوق عند الحكومة احنا منا صندوق التقاعد اجتماعي للقطاع الخاص وللعمل الأهلي وللنقابات ولأخيره أن يكون فيه ضمانة حقيقية وواضحة للأموال اللي فيه طب الدعوة من قبل الحكومة بأنه فيه تعديلات رح تأتي وفيه لجنة حوار كيف بتنظروا لها والاحتجاجات كانت على قدم وساق أمام مجلس الوزراء للضغط من أجل عدم إنفاة تطبيق القانون بالصيقة الحالية؟ في بعض الإشكاليات الهامة في القانون والحمل الوطني للضمان الاجتماعي يعني بعثت فيها رسائل لرئيس الوزراء ولرئيس الرئيس محمود عباس سيادة رئيس محمود عباس ولجميع الوزراء يعني فيه حوالي عشر نقاط اللي فيه الإشكالية في هذا القانون وفيه مطالبة بوقف هذا القانون وعودته للحوار المجتمعي من الأساس يعني قانون الضمان الاجتماعي مش قانون الإعلام بخص المؤسسات الإعلامية وبخص جماهير للشعب الفلسطيني الواسعة من ناحية نظرية يعني الإعلام هذا قانون بخص كل مواطن يريد أن يشارك فيه فلذلك يجب أن يكون المشاورات فيها على أوسع أوسع مدى على أوسع مدى هو لم يخضع لمشاورات كبيرة لم يخضع لمشاورات كبيرة صار فيه تسارع في الفترة الأخيرة في إصداره مثلا أنت بتحكي عن 2-3 الحكومة الطلعة من عندها رعى الرئيس في 23 قره في 24 صار ساري المفعول وحتى إصدار القرار بقانون من قبل الرئيس وفي المادة 43 يكون في الحالات الطارئة ونحن لا نعتقد أن قانون الضمان الاجتماعي هو حال طارئة هو قانون لأنه سيؤمن هذه الأجال القادمة هذه الأجال هي الأجال القادمة في لبنان قعدوا 20 سنة تسو و20 سنة تسو قانون الضمان الاجتماعي إحنا مش مستعجدين يعني بدنا قانون ضمان الاجتماعي محترم يليكم الشعب الفلسطيني السرعة السرعة يعني مزرورية هنا منيجي على يعني آلية يعني وين وصلنا في المرحلة صار نقاش مع الكتر البرلمانية في المسجلس التشريعي صار نقاش مع وزير العمل وصار نقاش مع الدائرة القانونية في مجدد الرئيس ووصلنا كل الملاحظات ومن أبرزها مشان ما عدلكشها كلاتها ومن أبرزها موضوع الضبان الحكومي وموضوع المساهمات السبع ونص والثماني ونص ونص وراتب التقاعد انت إذا بتيجع الراتب التقاعد يعني فيه إشكالية كبيرة على سبيل المثال الموظف الانتقاضي راتب أربعة آلاف شكل إذا انتسب لصندوق الآن بعد خمستاشر سنة ياريت المشاهد ينتبه لأرقام اللي تقال حاليا شو يعني وضعك بعد ما ما تتقاعد يعني مثلا احنا أربعة آلاف شكل بدهو ينتسب الآن على اعتبار أنه عمره خمسة واربعين سنة الآن بدهو روه على خمستاشر سنة عالستين فيه معادلة بتقول أنه الراتب من قسم بقسمين القسم الأول التي له علاقة بالحد لدنا للجور اللي هو ألف واربعمية وخمسين شكل وباقي الراتب بنضرب الألف واربعمية وخمسين شكل في اثنين في المية ضرب سنوات الخدمة نعم وبنضرب باقي الراتب في واحد وسبعة في المية في سنوات الخدمة لنقربها على المشاهدين اللي عنده أربعة آلاف شكل بعد خمستاشر سنة بطلع له ألف وخمس وثمانين شكل وهو أقل من الحد الأدنى للجور لا يجوز حتى في نص القانوني في نص القانوني حاطين نص أنه بقول يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي عن نصف الحد الأدنى للجور يعني فيه احتمال حد يطلع له الراتب التقاعدي سبعمية وعشرين شكل ويسمح له القانون فبنقول احنا يعني هو الحد الأدنى للجور يجب أن يكون لا يقل عن الحد الأدنى للجور فصور اللي عنده أربعة آلاف شكل الآن راتب التقاعد يبدوك ألف وخمس وثمانين شكل وهو ودافع مساهمات منه السلتاش في المية إذا راتب هو دافع السلتاش في المية وهنا شكالية فيه إشكالية ثانية وإشكالية مهمة في قضية التوريث خذلك هذا القانون اللي يعني مميز سلبيا عند النساء الزوجي العاملي والمنتسب إلى هذا الصندوق إذا صار فيه عندها وفاة ما بيستطيع جوز زوجها أن يأخذ الراتب التقاعدة إلا إذا أثبت أنه عاجز عن العمل وإذا مش عاجز عن العمل ما بيطلع له طب والحق ما بيطلع لهش والحق أموالهم أموالهم بأخذوها بأخذوها كما هي زائد نسبة سلطة النقد يعني نسبة الفائدة في سلطة النقد إذا حط مثلا خمس تالاف شكل بأطول خمس تالاف شكل على دفع زائد نسبة الفائدة اللي دائما بتحددها سلطة النقد الفلسطيني اللي هي أقل من واحد في المية ولا حتى الأبناء ممكن لا هو لا الأبناء بتطع لهم بس أردناك على الزوج كزوج ما بيطلعه كزوج وهذا تمييز تمييز سلبي بحق النساء وهذا كان في النظام الأردني وخلال السنوات الماضية تم الغاوه هذا كان هذا النص من قانون الضماني الاجتماعي في الأردن وهو كان من المفروض يعني وإحنا منحكي بتطبيق القانون بصيغته المثالية كان على الأحرى أنه يكون فيه استعراض من قبل المشارع الفلسطيني للتجارب المحيطة وأقربها لربما الأردن وإن كان فيه افتغارات لكنها ليست بالكبير التي تذكر لدينا في الصغاء الحالي قانون الضمان الاجتماعي في الأردن أول ما دعوا لاجتماع الفريق الوطني إحنا في حضرنا أول اجتماع اللي قال الدكتور سلام فياد وتم الاقتراع عليهم أن يعني إنعمل زيارة ميدانية إلى الأردن والتعرف على قانون الضمان الاجتماع ولكن أحد الخبراء الفلسطينيين في الاجتماع قال أنه قانون الضمان الاجتماعي الأردني فيه كثير من المشاكل والمشاكل برايو المشاكل برايو هي المشاكل لصالح الصندوق مش لصالح الناس إنه هذا فيه احتمال فلس القانون الضمان الاجتماعي الأردني هو للكطاع العام وللكطاع الخاص بالقطاعين مع بعض وهو يعني من القوانين المطورة في المنطقة العربية وبيعطي الموظفين والعملين حقوق حقوق جيد هم خايفين على استمراره يعني عندما جرت الدراسة الاكتوارية والمقصود في الدراسة الاكتوارية اللي هي الأرقام والتنبؤات إلى العلاقة في معدل عمر الإنسان في الوفاء في تطور الوضع الاقتصادي بتناعمل مش هل نعمل المعادلات تحت الراتب التقاعد اللي هي 2% واحد في دراسة اكتوارية نعملت الدراسة الاكتوارية وكان عين المشرع في الدراسة الاكتوارية أنه بده هذا الصندوق يعني يغطي حاله ويغطي مصاريفه الإدارية وما يتعرضش ولا لخسارة في أي حال من الأحوال لأنه في الفكرة أن الحكومة لا تضمن فكرة أن الحكومة لا تضمن يعني ممكن يتغير الاشياء والسيناريو الراتب في النهاية إذا كان في ضمان حكومي لتغطية اللي هي طبعا الإجراءة الإدارية وإلى مدارة إذا كان في ضمان حكومي ممكن يتغير وإذا كان في زيادات لمسامة أصحاب العمل ممكن يتغير طبعا أستاذ يعني منجد نتحدث وكان لنا حديث قبيل أسبوع ونصف تقريبا عشرة أيام والدكتور أحمد مجد قبيل أن يترأس لجنة الحوار اللي صدرت بقرار الحكومة الفلسطينية السؤال كان أنه سيصبح نافذ لكن تطبيقه سيتم تعطيله لسنتين لإعطاء الفرصة لسياغة الآليات والقوانين وإلى ماذلك هل هذا هو تصريح يعني تصريح الدكتور المجدلاني هو رئيس الفريق الوطن السابق للضمان الاجتماعي وعندما صرح وصرح صحيح وقال أنه سنأخذ من 18 شهر إلى 24 شهر في عملية بناء المؤسسة وبناء هيكليتها وموظفينها واللواحة الداخلية تعتى ولكن هذا في القانون غير واضح والتصريح من جهة يعني غير ممثلة في الوقت الحالي لا يعتبر له علاقة بالقانون الدكتور المجدلاني الآن ما احترامنا لشخصيه الكريم هو ليس له علاقة رسمية بموضوع قانون ضمان الاجتماعي لماذا النقطة الأولى الرئيس أصدر قرار بقانون هذا القرار في 24 أصبح فاعلا الحكومة الفلسطينية بالأمس شكلت لجنة للحوار مع النقابات والمجتمع المدني وأصحاب العلاقة برئاسة وزير العمل رئيس وزير العمل الدكتور مامون أبو شهل فإحنا الآن أمام لجنة جديدة للحوار هذه اللجنة بدأت أو أعلنت بالأمس أنه هناك لجنة هي لجنة وزارية وردنا على اللجنة الوزارية أنه لا نستطيع أن نبدأ في حوار وطني شامل مجتمعي قبل وقف القانون هذا القانون بعد أن نشر في الوقاعة الفلسطينية هو أسار المفعول وفي احتمال حدا يكون لكم بقولوا الناس أنا بنك إذا الآن الموظفين أجوا بدون يسحبوا ادخاراتهم وهذا السؤال يعني وأنا أعطيتهم أنت في احتمال تحاكمني إذا أنا أعطيتهم بعد عشرين أربعة إذا أنا سحب مصرياتهم في خمسة عشرين أربعة أو في واحد خمسة وجيت أنت رجعت للقانون قلت لتطبعوا القانون أصبح نافذا القانون أصبح نافذا في عشرين أربعة أصبح نافذا ورفقة إلى التصريح أنه كان أيضا على الرغم من أنه ليس في موقع العمل المطلوب حاليا أو بالصيغة الوظيفية أنه يمكن للعاملين أيضا تسوية أوضاعهم وشركاتهم لحين يعني نفاذ الصياغ والآليات الواضحة في بناء هذا التصريح هذا التصريح ولكن التصريح بظل التصريح إذا أنت بدأك تروع على على القضاء الفلسطيني بدأك تستند القانون فإحنا الآن مطالبتنا الآن المطالبة يعني الجدية والرسمية من قبل الحمل الوطنية للضمان الاجتماعي ومن قبل كل المهتمين في هذا الموضوع يجب وقف القانون فتح المجال لحوار مجتمعي من أجل التعديلات على نقاط القانون بما يتناسب مع الشراحة المجتمعية المختلفة ولو كان هذا الحوار لمدة 6 شهر ولا 3 شهر ولا سنة يعني على أبعد حد سنة أنه أفضل نعمل قانون للضمان الاجتماعي يليك بالشعب الفلسطيني أفضل ما يظل هذا النقاش كل شهر يرجع من جديد لأن هذا المطالب يوقف القانون بصير في مجال الحوار مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير العمل وبنتناقش على كل التفاصيل تفصيل تفصيل وهذا إن شاء الله ما سننتظر خلال الأيام في هذا العمل والحراك الشعبي والمجتمعي والأهلي اللي بالفعل يقود إلى تلبية تطلعات هذا القانون إلى تطلعات شعبنا الفلسطيني وتضحياته وتعبه وإن المهمشين ألا يبقوا مهمشين على الإطلاق أشكرك جزيرة شكر الأستاذ منجد أبو جيش رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو سكرتاريا الحملة الوطنية من أجل الضمان الاجتماعي